في أوائل عام 1944 مع اندلاع الحرب الغلمية الثانية كان الفيلق البولندي الثاني يستعد لركوب السفينة في مصر والتوجه إلى إيطاليا لمواصلة القتال لكن كما يحدث في كثير من الأحيان في فوضى الحرب كانت هناك مشكلة يسمح فقط للجنود بركوب سفن النقل والكتيبة الثانية والعشرون لتجهيز المدفعية كان فيها عضو واحد غير مجنب حاول رفاقه إيجاد حل لمروره لكن كما ذكر أحدهم في سجلات الكتيبة أن سلطة الميناء صعبة بشأن الدب نعم الدب قبل عامين بمحض الصدفة استولى جيش البولندي على ما كان على الأرجح أكثر وفراده غرابة على الإطلاق على الرغم من أن ذلك كان قبل حوالي سبعين عاما إلا أنه لا يزال يذكر حتى اليوم حيث تعيش أفعاله البطولية في الحرب في حكايات وذكريات أولئك الذين خدم معهم أصبح لا يمكن تعويضه بالنسبة لرفاقه ليس لأنه كان محاربا كاسنا ولكن لأنه أصبح حقا واحدا منهم كان العديد من الرجال سجناء في معسكرات العمل السوفياتي بعد غزو ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي لبولندا في سبتمبر 1939 عندما انضم الروس إلى الحلفاء في عام 1941 تم إطلاق صراح السجناء وتوجهت جنوبا لتشكيل جيش بولندي جديد انتهى الأمر ببعض في الشرق الأوسط حيث يدخل فويتك قصتنا بدأت مسيرة فويتك العسكرية غير العادية في عام 1942 في جبال البرز شمال إيران إذ تقول الأسطورة أن صبيا صغيرا من محافظة همدان وجد شبل الدب اليتيم في البرية ربما كما يعتقد البعض بعد أن أطلق الصيادون النار على والدة الشبل أخذ الولد الشبل الصغير الرقيق إلى المنزل لكن لم يمضي وقت طويل قبل أن تتغير حياة الدب الصغير في خريف عام 1942 ورد أن الصبي باع الدب للجنود البولنديين مقابل بضع علب من الطعام كان الجنود جزءا مما يسمى بجيش ياندريس المؤلف من أسر حرب بولنديين سابقين أفرجت روسيا عنهم بعد أن هاجمتها ألمانيا حليفتها السابقة في عام 1941 وفي النصف الثاني من عام 1942 تم رسال الجيش إلى شرق الأوسط للمساعدة في صد تقدم القوات الألمانية سرعان ما أصبح الدب الصغير الأخرق الحيوان الأليف المحبوب للجنود في كتيبة المدفعية الثانية والعشرين لقد أطعموه الحليب من الزجاجات وأمطروه بالاهتمام بعد أن فقد والدته وتعرضه للبشر في سن مبكرة في المقابل رفع معنويات الجنود بالنسبة للمحاربين البولنديين كانت ترحيب الودي بالجنود العائدين الذين غالبا ما يكونون متعبين للغاية من قبل فويتك عنصرا مهما للغاية للاسترخاء لقد عانى الجنود كثيرا في معسكرات الاعتقال السوفياتية ولا يزالون الآن بعيدين عن الأصدقاء والعائلة ويعيشون في ظروف صعبة بالنسبة لهم بدى الدب اللطيف المحبوب مصدر فرحتهم الوحيد لم يعرف الجنود سوى القليل جدا عن كيفية التعامل مع الدب فقد عمل الجنود ببساطة رفيقهم الجديد كما لو كان واحدا منهم قال المخضرم البولندية جوستين كاروليفسكي لبيبي سينيوز في عام 2008 أن فويتك كان مثل الكلف مضيفا أنه كان يشرب الخمر كأي رجل ويحب السجائر أيضا إذ كان يبتلعها ببساطة عزز فويتك بالتأكيد معنويات الرجال انضم إلى مباريات كرة القدم وطارد البرتقال الذي ألقوه كقنابل يدوية أثناء التدريب لقد تعلم أن يحيي الضباط والمجندين الجدد المذعورين من خلال إمساكهم بأحذيتهم رأسا على عقب وجعلهم يعتقدون أنهم على وشك أن يصغح عشاء ولكن سرعان ما بدأ الأمر وكأن الجنود سيضطرون للانفصال عن رفيقهم الجديد في الرابع عشر أبريل من عام الف وتسعمائة وعربعة واربعين وجدوا أنفسهم في مصر ينتظرون ركوب سفينة متجهة إلى مابولي حيث كان من المفترض أن تنضم الوحدة إلى حملة الحلفاء في إيطاليا ورفض مسؤول الموانئ في الإسكندرية السمح للحيوان البري بالصعود على متن السفينة قائلين أن الرحلة لا يمكن أن يقوم بها إلا الجنود سرعان ما حصلوا على إذن من المكتب العسكري الرئيسي في القاهرة وجعلوا دبهم جنديا رسميا أطلقوا عليه اسم فويتك الذي يعني من يستمتع بالحرب أو المحارب المبتسم باللغة البولندية بالإضافة إلى رقم الخدمة والرتبة ودفتر الوجور نجحت الحيلة وتم السماح له بالسفار مع أصدقائه عندما وصل فويتك إلى نابولي اعتقد المسؤول البريطاني أرشيبال براون أنها مجرد مسحة لكن الدب الجندي كان في الواقع عضوا قانونيا في الجيش البولندي وكان قد قدم دعما قويا لرفاقه بحلول ذلك الوقت نمى الشبل الصغير ليصبح دبا كبيرا يبلغ ارتفاعه متر واثنان وثمانين سنتمترا ويزن حوالي مئتين وعشرين كيلو جراما بعد أن عقدوا الهزم على استخدام قوة رفيقهم علمه الجنود كيفية حمل الصناديق المليئة بقضائف الهون الثقيلة فعلى أكثر من مجرد تسلية وأحيانا تخويف الناس في معركة مونتي كاسينو الدموية نزل حاملا صناديق ذخيرة ونقل قضائف من الخطوط الأمامية إلى منطقة الامداد قصة دعمه في هذه المعركة الخاسمة أعطت الدب مكانة أسطورية بين الجنود بموافقة القيادة العليا البولندية تم تغيير شعار الكتيبة إلى شعار يظهر الدب يحمل قديفة مدفعية ضخمة بعد المعركة تم الترقية إلى رتبة عريف متفوقة على القائمين عليه عندما انتهت الحرب بعد عام ذهب معهم إلى مزرعة في اسكتلندا حيث كان يقوم بالأعمال المنزلية ويأكل العسل والمرمى حذر رقصات وحفلات للصغار وغالبا ما ظهر في برنامج تلفزيوني للأطفال تم سرد قصة فويتك في الأفلام وفي كتب الأطفال هناك سبعة تماثيل له في بولندا وبريطانيا وله نصب تذكارية في متاحف الحرب الوطنية في بريطانيا وكندا حتى بعد انتهاء الحرب لم تنتهي رخلات فويتك في عام 1946 كان على متن القارب الذي أخذ إهوانه في السلاح إلى اسكتلندا حيث انضموا إلى ثلاثة آلاف جندي آخر يتم تجميعهم في معسكر على أرض مطار وينفيلد بالقرب من هوتون في بيركشير بمجرد بدء تصريح القوات ظهر السؤال حول المكان الذي يجب أن يعيش فيه الدب هل يجب أن تكون إيران أم بولندا أم يبقى في اسكتلندا كان منزله الأخير حديقة الحيوانات في دمبرا اسكتلندا زاره زملائه السابقون في الجيش هناك في عام 1963 توفي الدب عن عمر يناهز 22 عاما بحلول ذلك الوقت نمى فويتك ليصبح رمزا للتضامن بين بولندا واسكتلندا ولا يزال يعيش في ذاكرة الناس من كلا البلدين وفي مارس 2009 أقام البرلمان الاسكتلندي حفل استقبال على شرف فويتك اشتركوا في القناة